اكد سعادة السيد جمال محمد فخر النائب الاول لرئيس مجلس الشورى وسعادة السيدة جميلة علي سلبان النائب الثاني لرئيس المجلس حرص مملكة البحرين على بناء علاقات وثيقة مع مختلف دول العالم ونوه النائبان الاول والثاني لرئيس مجلس الشورى خلال لقائهما معاليا السيد امانويل سينزو هاگيرا رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندو الصديقة بروابط الصداقة الممتدة لأكثر من اربعة عقود بين البلدين مشيدين بالجهود التي بذلها مجلس الشيوخ البوروندي لاستضافة الاجتماع التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي مؤكدين ان ذلك يترجم دعم ومسندة جمهورية بوروندي لتعزيز العلاقات البرلمانية العربية والافريقية وبدوره ثمن رئيس مجلس الشيوخ البوروندي الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في المحافل والمؤتمرات البرلمانية المتعددة مقدرا مساندة مجلس الشورى في مملكة البحرين لاستمرار تعميق العلاقات البرلمانية بين المجالس التشريعية في الدول العربية والافريقية ترجمة نانسي قنقر